شهدت مصر طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الهمم وهو الأمر الذي جعلها صاحبة خبرات وتجارب ملهمة في هذا المجال وفي إطار حرص الرئيس السيسي على ضمان حقوق هذه الفئة أعلن عن تخصيص عام 2018 ليكون عاما لذوي الاحتياجات الخاصة وفيه صدر القانون رقم عشر لسنة 2018 والذي ينص على حقوق وامتيازات عديدة لتلك الفئة العزيزة من المجتمع المصري أصل القلوب ساعات بتشوف بتشوف أمان بتنسى الخوف بتشوف كلام ولو ما تعلش ده الإخلاص في الإحساس عمره متى في قلوب الناس تولد دولة عناية كبيرة لأصحاب الهمم وتعتبر مصر من أهم الدول التي يشاد بها في قطاع العمل الاجتماعي بوجه عام ولا سيما في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص أصحاب الهمم وذلك لما لها من خبرات لا يستهان بها وتجارب رائدة في هذا الشأن وذلك انطلاقا من الإيمان التام بقدرات أصحاب الهمم على المشاركة بفاعلية جنبا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع وشهدت مصر في الأوينة الأخيرة تقدما ملحوظا في مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم وذلك في ظل إرادة سياسية قوية وداعمة سعت إلى خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر يهود كل شرائح المجتمع من مؤسسات أكاديمية وتشريعية وغير ذلك لدعم أصحاب الهمم الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن عن تخصيص عام 2018 ليكون عام أصحاب الهمم في مصر وذلك استجابة لاقتراح أحد الشباب من أصحاب الهمم خلال حوار أجره في عام 2017 مع الشباب وذلك خلال المؤتمر الثالث للشباب بالإسماعيلية كما تم إصدار القانون رقم عشرة لسنة 2018 المعروف بقانون ذوي الهمم والذي نص على الكثير من الحقوق والامتيازات والمكاسب لهم في مختلف مجالات الحياة وذلك إلى جانب حرص الرئيس السيسي على حضور عدد من الفعاليات الخاصة بذوي الهمم وبموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2019 أنشأت مصر المجلس القومي للأشخاص أصحاب الهمم ليحل محل المجلس القومي لشؤون الإعاقة وليطلع المجلس الجديد بتحقيق أهداف تعزيز وتنمية وحماية حقوق وكرامة الأشخاص أصحاب الهمم المقررة دستورياً ونشر الوعي بها في مختلف الأوسط